مشكلتنا مع الطوسي المشهول سأتناوله أنع الوالد سأتناوله لقد ضلل المنح الوالدين هذا ضلل أجدادنا وأبعنا ضلل الأجيال الشيعية السابقة ولا زال ضلال إلى هذه اللحظة كل الضلال الذي ترتكس فيه الشيعة الآن وهم يتصورون أنهم على هدى كل الضلال جاءنا من الطوسي المشهول كتاب آخر أيضا من كتب سقيفة بني ساعدة شذرات الذهب في أخبار من ذهب هذا هو المجلد السادس إنها طبعة دار ابن كثير شذرات الذهب لشهاب الدين العكري الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة ألف وتسعة وثماني هذا يؤرخ لمحمد ابن الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي للمرجع الحفيد ويبدو أنه نقل الكلام بشكل صحيح من الوافي بالوفيات لأن صلاح الدين الصفدي الذي ألف الوافي بالوفيات توفي سنة سبعمية وأربعة وستين للهجرة بينما شهاب الدين العكري الحنبلي الدمشقي متوفى سنة ألف وتسعة وثماني في الصفحة ميتين وخمسة تحت عنوان سنة أربعين وخمسمائة يعدد من توفي في هذه السنة فيها توفي كذا كذا إلى أن تأتي صفحة ميتين وسبعة وفيها وفيها توفي أبو الحسن محمد ابن الحسن أبو علي الحسن أبو علي هذا هو ابن الطوس في هذه السنة خمسمائة وأربعين توفي أبو الحسن محمد ابن الحسن أبو علي ابن أبي جعفر الطوس شيخ الرافض وعالمهم وابن شيخهم وعالمهم رحلت إليه طوائف الشيعة من كل جانب إلى العراق من خارج العراق إلى العراق وحملوا إليه حملوا إليه حملوا إليه الأموال الذي قرأته في النسخة من ألواف بالوفيات وحملوا عنه وحملوا عنه العلم هو لا علم عنده يبدو أن النص الصحيح هو هذا وحملوا إليه حملوا إليه الأموال مثل ما يجري الآن إنها سرقة الشيعة المتوارثة عبر الأجيال وحملوا إليه وكان ورعان عالمان كثير الزهد وأثنى عليه السمعاني من علماء النواصب وقال العماد الطبري الذي حدثتكم عنه قبل قليل من علماء الشيعة ومن تلامذة والده الحسن ابن شيخ الطائف وقال العماد الطبري لو جازت على غير الأنبياء صلاة صليت عليه تجوز الصلاة على غير الأنبياء يا أيها العالم القمقام ماذا تفقون أنتم ماذا تعرفون يا مراجعنا العظام أنا متأكد أن المراجع في النجف حينما يسمعون كلامه هذا يعجبون به لجهله وجهالته وعدم فقاهته لا في القرآن ولا في الأحاديث ولا في الأدعية والزيارات وأنتم كذلك لكن العيب ليس منكم أنتم تعلمتم من مصادر العيب والقذارة من مراجع النجف وكربلاء من مصادر السفاهة والسخف من أصل الضلالة والجهالة في واقعنا الشيعي من آيات الشيطان العظمى إنهم مراجع المذهب الطوسي الضال للقذر منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى يومنا هذا هم يخوضون في ضلالهم والشيعة تركض وراءهم تخوض في ضلالها لماذا مرجع طائفة لا يوجد له ذكر في كتب الشيعة مذكور فقط في كتب النواصف لماذا لماذا لأنهم نواصف لأنهم نواصف ويبدو أن الشيعة قد عرفت ذلك لماذا لم يذكروا في كتب التراجم أنا أحدثكم عن خبرة في كتب التراجم مطلع على كل كتب التراجم في المكتبة الشيعية وليس اليوم صدقوني منذ أربعين سنة الكتب الوحيدة التي قرأتها أكثر من مرة في حياتي هي كتب التراجم إنني إنني ما قرأت كتابا مرتين طيلة حياتي إنما قد أقرأ بعض المطالب في كتاب مرتين حينما أحتاجه الكتب الوحيدة في حياتي الكتب الوحيدة في حياتي التي قرأتها مرتين هي كتب التراجم أتحدث عن تراجم علماء الشيعة تراجم مراجع الشيعة لأنني أردت أن أدرس تفاصيل حياتهم وبالدقة المتناهية لذلك قرأتها أكثر من مرة بعض الأجزاء في بعض الكتب ربما قرأتها ثلاث مرات فعينما أقول لكم لا يوجد ذكر في كتبنا أقول هذا عن تحقيق وعن معرفة وعن دقة في الإطلاع أسئلة كثيرة جدا حول هذا الطوسي وحول مرجعيته الضالة الموروثة نذهب إلى فاصل إذن مات حفيد الطوسي سنة خمسمية واربعين للهجرة أبوه مات بعد سنة خمسمية وخمسطعش بسنة أو سنتين أو ثلاثة استلم المرجعية بعد أبيه وبقي مرجعا لشيعة في النجف حتى مات حتى مات سنة خمسمية واربعين للهجرة من الذي أصبح مرجعا من بعده إنه حفيد الطوسي أيضا ولكن من بنته الطوسي الطوسي لما وصل إلى النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين المشهد العلوي كان عامرا لماذا؟ لأن البويهيين قد عمروه وانتقل جمع من الشيعة واستقروا هناك سكنوا عند المشهد العلوي الشريف البويهيون متى وردوا إلى العراق؟ وردوا إلى العراق سنة ثلاثمية وأربعة وثلاثين للهجرة سنة ثلاثمية وأربعة وثلاثين للهجرة وصلت طلائع البويهيين إلى بغدار وسيطروا على العراق باتفاق مع الخليفة العباسي وعمروا الكاظمية وعمروا كربلاء وعمروا النجف واهتموا كثيرا بالمشهد العلوي عمروا وسهلوا أساليب الحياة على الذين يريدون أن يجاوروا المشهد العلوي لذا فإن جمعا من الشيعة انتقلوا إلى النجف إلى مجاورة المشهد العلوي وهم رجال دولة نصبوا مسؤولا هذا الذي يقال له في زماننا كليد دار كليد دار إذا أردنا أن نترجمها إلى العربية الخازن فنصبوا الخازن نصبوا نصبوا شخصا إيرانيا جعلوه مسؤولا عن المشهد العلوي حكاية الإيرانيين قديمة نصبوا نصبوا شخصا إيرانيا صار مسؤولا على المشهد العلوي الطوسي لما جاء إلى النجف كي يسيطر على الوضع زوج الخازن من ابنته فصار خازن المشهد العلوي صهرا للطوسي البرنامج المرجعي هو هو هذه أساليب الواوية هي هي تعلموها من الواوي الكبير يفعلونها الآن تعلموها وراثة من الواوي الكبير من الطوسي من الطوساوي من ذلك الواوي فزوج ابنته من خازن المشهد العلوي رزق بولد وأسماه حمزة وكناه بأبي طالب وصار من رجال الدين في حوزة النجف وصار خازنا بالوراثة أيضا بعد أبيه ورزق بولد فأسماه علي علي بن حمزة بن شهريار علي بن حمزة بن شهريار صار مرجعا للشيعة بعد موت حفيد الطوسي من ولده الحسن فهذا علي أبوه حفيد الطوسي من بنته التي زوجها من خازني المشهد العلوي علي علي أبوه حمزة حمزة هو حفيد الطوسي فهذا ابن حفيدي ابن حفيدي هي حفيده هذا حفيده من بنته وبعبارة دقيقة هو حفيد بنته أقرأ عليكم ما جاء في رياض العلماء كتاب معروف للشيخ عبد الله أفندي الإصفهاني من تلامذة المجلس وهو الذي كتب بحار الأنوار بقلمه النسخ القديمة من بحار الأنوار كتبت بقلم هذا الرجل بقلم عبد الله أفندي الإصفهاني كتابه رياض العلماء وحياض الفضلاء من كتب التراجم المهمة بحسب وجهة نظري من خلال تتبع في هذه الكتب ومن خلال عقد المقارنة فيما بينها عبد الله أفندي يراعي الدقة في نقله معلوماته أتقن وأضبط من بقية الكتب الأخرى هذا هو الجزء الثاني من رياض العلماء وحياض الفضلاء لعبد الله أفندي الإصفهاني صفحة 2001 ترجمة للشيخ أبي طالب حمزة ابن شهريار هذا هو حفيد الطوسي المباشر من بنته التي زوجها لخازن المشهد العلوي هذا في صفحة 200 وواحد في صفحة 212 أيضا ترجم له الشيخ أبو طالب حمزة ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن شهريار الخازن الخازن هو هذا محمد ابن أحمد ابن محمد ابن شهريار الخازن هذا هو صهر الطوسي الذي زوجه الطوسي بنته فولدت حمزة وحمزة حمزة هذا هكذا يقولون هو عديل منصور عديل منصور ابن أحمد من هو منصور ابن أحمد منصور ابن أحمد هو والد محمد ابن إدريس إدريس جده صاحب السرائر اسمه محمد ابن منصور ابن أحمد ابن إدريس العجلي الحلي المولود سنة خمسمية وثلاثة وأربعين تقريبا والمتوفى دقيقا سنة خمسمية وثمانية وتسعين للهجرة هذا هو صاحب السرائر صاحب السرائر محمد ابن إدريس أمه من حفيدات الطوسي أمه أمه من حفيدات الطوسي من طريق بنات الطوسي لأن الطوسي زوج بناته من العائلات المؤثرة في الوسط الشيعي فزوج بنتا من بناته لخازن المشهد العلوي وهذا إيراني هذا محمد ابن أحمد ابن محمد ابن شهريار الخازن وصار عنده حمزة أبو طالب وعند حمزة صار علي علي هذا هو الذي صار مرجعا من بعد حفيد الطوسي الأول من جهة ولده الحسن وأيضا الطوسي زوج إحدى بناته من جعفر ابن طاوس الذي هو جد رضي الدين ابن طاوس صاحب كتب الأدعية رضي الدين ابن طاوس ما اسمه علي ابن موسى ابن جعفر جعفر جده تزوج بنتا من بنات الطوس بتخطيط من الطوس نفسه فلذا نقرأ دائما في كتب ابن طاوس حينما يتحدث عن الشيخ الطوس يقول جدي جدنا لأن جده من جهة أبيه تزوج واحدة من بنات الطوس فهو علي ابن موسى ابن جعفر ابن طاوس جعفر جده تزوج واحدة من بنات الطوس والطوس أيضا زوج واحدة من بناته لأجداد محمد ابن إدريس فمن طريق حفيدات الطوس جاء محمد ابن إدريس وكما قلت لكم إدريس اسم جده ويبدو أنه اختار هذا الاسم تشبها بالشافعي لأن شافعي محمد ابن إدريس وهذا اسمه أيضا محمد ابن إدريس بينما اسم أبيه منصور واسم جده أحمد منصور أبوه وحمزة عدلا تزوج أخوات فلذا علي ابن حمزة يكون ابن خالة محمد ابن إدريس ويبدو أن مرجعية علي ابن حمزة صارت فاشلة في النجا ويبدو أن الناس أعرضوا عن لذلك لجأ في آخر أيامه إلى محمد ابن إدريس انتقل إلى الحلة لأن مرجعيته فشلت في النجا توفي سنة خمسمية واثلاث وسبعين هذه سلطنة الطوسي استلمنا من سنة أربعمية وستة وثلاثين للهجرة في بغداد ثم انتقل إلى النجف استلمنا من سنة أربعمية وثمانية واربعين إلى أن مات سنة أربعمية وستين فجاء ولده الحسن وبقي من أربعمية وستين للهجرة إلى ما بعد خمسمية وخمسطعش ومات فاستلمها ولده محمد حفيد الطوسي وبقي مرجعا إلى سنة خمسمية واربعين إلى أن مات واستلمنا علي بن حمزة حفيد بنت الطوسي وبقي مرجعا للشيعة إلى سنة خمسمية وثلاث وسبعين ينقلون في بعض الكتب من أنه انتقل من النجف إلى الحلة سنة خمسمية واثنين وستين السنوات الأخيرة بقي منتقلا ما بين النجف والحلة وصارت له علاقة مع محمد ابن إدريس الحلي فهو ابن خالته أتحدث عن علاقة دينية قطعا محمد ابن إدريس أعلم منه هؤلاء أحفاد الطوسي ابن الطوسي وأحفاده ما كانوا على علم وإنما قد يذكرون في أسانيد الإجازات تعلموها من ولد الطوسي ما عنده من علم فصار شيخا في الإجازات شيخ الإجازات هذا لا قيمة له يعني بتعبيرنا الشعب العراقي ما يساوي لكاله لأن الإجازات التي يتحدثون عنها في ميزان العلم ما يساوي لها كاله لا مانا لها شيء جاءون به من النواصب فلان يجيز فلانا في الرواية وعلى هذا الخرط لا قيمة للإجازات عند العترة الطاهرة أتعلمون لماذا لأننا أخذنا الإجازة في الرواية منهم إمامنا الجواد أعطى للشيعة إجازة في روايات أحاديثهم التي هي في كتبهم القديمة الأصلية الذي عنده إجازة من الجواد ماذا يصنع بإجازات السرابيت من سرابيت سقيفة بني ساعدة أو من سرابيت سقيفة بني طوسي الذي يأخذ إجازة فإنه يهين إجازة إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه بس هما خرابيط ذول علمان علماء الشيعة خرابيط في خرابيط وخرطي بخرطي أو واحد أطقع من الثاني وبتعبير أدق واحد أضرط من الثاني هؤلاء هم مراجعنا العظام طيح حظ أو طيح حظ نوياه هذا هو اللي جنانا من عتو نذهب إلى فاصل رجاء أعرض لنا صورة كتاب لسان الميزان هذا هو لسان الميزان لابن حجر العسقلاني الشافعي الذي قرأت عليكم منه قبل قليل فيما يرتبط ب مديحه لابن الطوسي للحسني ابن الطوسي للذي طالت مرجعيته وقاربت الستين عاما واعرضوا لنا رجاء الكتاب الذي يليه هذا كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب وقد قرأت عليكم منه بعد أن قرأت من الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي قرأت من هذا أيضا لأنني قد عرضت عليكم صورة الوافي بالوفيات في المجموعة الأولى فطلبا للاختصار ما عرضت الكتاب مرة أخرى فقرأت من هذا ما يرتبط بمحمد ابن الحسن ابن محمد ابن الحسن ما يرتبط بحفيد الطوسي من جهة ولده والذي توفي سنة خمسمية وأربعين للهجرة هناك كتاب ثالث رجاء اعرضوه علينا هذا الكتاب هو مجمع الآداب في معجم الألقاب لمؤرخ مشهور هو كمال الدين ابن الفوطي وهذا عجب أمره حينما يتحدثون عنه يقولون عنه الحنبلي الشيعي هو حنبلي ابن الفوطي حنبلي لكن يبدو أنه تشيع في آخر أمره حكايته تعود إلى أن هولاكو لما جاء إلى بغداد ألقى القبض عليه مع الذين ألقي القبض عليهم والذي نجاه من الموت هو نصير الدين الطوسي الذي كان بمثابة وزير أو مستشار عند هولاكو حينما دخل إلى بغداد توسط له ونجاه أنقذه من الموت فصار في حاشية نصير الدين الطوسي واعتمد عليه كثيرا في الأمور العلمية والبحثية الذي يبدو أنه تشيع على أي حال حينما يذكر ابن الفوط يقال عنه الحنبلي الشيعي كيف يجتمعان لا أدري لكن في أجوائنا الشيعية كل شيء جائس مثل ما صار الطوسي وأولاده وأحفاده صاروا مراجع فيصير هذا ويصير غيره كل هذه الأشياء يمكن أن تصير مو يقولون الصير بأشرة في العوائل الصير بأشرة في العوائل مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوط هذه الطبعة طبعة مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا المجلد الخامس صفحة ستمية وأربعة رقم الترجمة خمستالاف وثمانمية واثنين الموفق أبو يعلى حمزة ابن شهريار الكوفي الخازن هذا حفيد الطوسي الذي صار ولده مرجعا بعد موت حفيد حفيد الطوسي الأول هكذا قال عنه كان عالما متدينا رأيت بخطه رسائل إلى آخر كلامه فلم يكن فلم يكن من كبار العلماء حمزة الذي هو حفيد الطوسي وكذلك ولده القضية قضية وراثية لو كان لو كان من العلماء الكبار لتحدث عنه ابن الفوطي في كتابه هذا فهو قريب من عصره لكن الرجل لا يملك شيئا من العلم نحن نجد أسماء أسرة الخازن في أسانيد الروايات على سبيل المثال مثلا في سند الصحيفة السجادية في سند الصحيفة السجادية يمكنكم أن تفتحوا الصحيفة السجادية فتقرؤون فيها في أولها حدثنا السيد الأجل نجم الدين بهاء الشرف أبو الحسن محمد ابن الحسن ابن أحمد إلى أن يقول أخبرنا الشيخ السعيد أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن شهريار الخازن لخزانة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في شهر ربيع الأول من سنة ستة عشر وخمسمائة قراءة عليه إلى آخر الكلام هذا هو خازن الحضرة العلوية والذي زوجه الطوسي ابنته هذا صهر الطوسي جاء مذكورا في سندي الصحيفة السجادية ذكر الأسماء في الأسانيد والإجازات هذا أمر كان يشتغل فيه ابن الطوسي لأنه لا علم عنده فيحاول أن يجمع الأسانيد وأن يجمع الإجازات وأن يجيز الآخرين وهذه طريقة ناصبية قذرة من أجازه جواد الأئمة كيف يستجيز من بقية الناس ما قيمته ما قيمته ما قيمة إجازاتهم وهذه الإجازات ليس لها من قيمة علميا أصلا حينما تسمعون فلان من مشايخ الإجازة يعني خرطي لا فهم ولا علم ولذا حينما يذكرون ابن الطوسي يتحدثون عن أنه من مشايخ الإجازات من مشايخ الإجازة هذا أدل دليل على أنه دماخسس دتشد بنك لا فهم ولا علم الأمر نفسه إذا قرأنا في مهج الدعوات هذه الطبعة طبعة دار المرتضى بيروت لبنان مهج الدعوات للسيد بن طاوس صفحة 192 دعاء مروي عن إمامنا الصادق يقول حدث الشيخ العالم أبو جعفر محمد ابن أبي القاسم الطبري هذا هو العماد الطبري هذا هو الذي يقول عن حفيد الطوسي من أنه لو جازت الصلاة على أحد من غير الأنبياء والأئمة لصليت عليه هو هذا تجدون أسماءهم في الأسانيد والإجازات قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن شهريار الخازن بمشهد أمير المؤمنين الكلام هو هو في صفحة 217 أيضا ابن طاوس ذكر سندا لهذا الدعاء المروي عن إمامنا الكاظم وهو دعاء الجوشن دعاء الجوشن الصغير وحدثنا أيضا الشيخ السعيد الأمين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن شهريار الخازن بمشهد مولانا أمير المؤمنين إجازة في رجل يمنحون الإجازة لأن هذا هو الذي عندهم ولا يوجد شيء آخر من العلم والفهم فهكذا استمرت مرجعية آل طوس بمنح الإجازات في الرواية لا يملكون علما ولا فهما فأنتجوا لنا مذهب طايا حظ هذا هو المذهب اللي عندنا مذهب طايا حظ مرة سلساسة وقت الحلقة صار طويلا قلت لكم المعلومات كثيرة وأنا أحاول الإجازة والاختصار ومع ذلك بقيت عندي معلومات كثيرة بهذا الشأن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله